موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال الإمام أبو جعفر محمد بن جبير الطبري رحمه الله في تأويل قوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا هذا تسليت من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من حزنه على مسارعة الذين قص قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية يقول له تعالى ذكره لا يحزنك تسرعهم إلى جهود نبوتك فإني قد حتمت عليهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم ولا يرجعون عن كفرهم للسابق من غضبي عليهم لما سبق من غضبي عليهم وغير نافعهم حزنك على ما ترى من تسرعهم إلى ما جعلته سبيلا لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي ومعنى الفتنة في هذا الموضع الضلالة عن قصد السبيل يقول تعالى ومن يرد الله يا محمد مرجعه بضلالته عن سبيل الهدى فلن تملك له من الله استنقاذا مما أراد الله به من الحيرة والضلال فلا تشعر نفسك بالحزن على ما فاتك من اهتدائه للحق قوله من جهد تسرعهم إلى جهود نبوتك هم في الحقيقة يعلمون أنه رسول الله كما قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم ولكن كانت مسارعتهم في الكفر بتبديل الشرع وتحريف الكلم عن مواضعه تعريف حكم الكلام المنزل في التوراة عن ما وضع له اختراعهم حكما جديدا للزنا خير الذي حكم الله به في كتابه وعلى ألسنة رسله وقوله سبحانه وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا من أوضح الأدلة القاطعة في الرد على نفات القدر وجعل الإرادة إرادة شرعية فقط بل هذه الآية نص في ذلك أن الله أراد فتنتهم وإضلالهم وذلك بعدله سبحانه ومن يرد الله فتنته إضلاله ضلاله عن السبيل وذلك خلاف الإرادة الشرعية فإنهم قد أمروا بأن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يلتزموا بالتوراة وهذه الإرادة الكونية في هذه الآية خلاف الشرعية لماذا أراد الله فتنتهم لما علم سبحانه وتعالى من عدم أهلياتهم الهدى ولأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه وأيقنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود عندهم في التوراة ومع ذلك كذبوه وأبوا متابعته نعوذ بالله فلذلك أضلهم الله عز وجل ولا يملك أحد لهم الهداية طالما أن الله أراد إضلالهم بعدله سبحانه وتعالى وحكمته فإنهم ضلوا قصدا إلى الضلالة ورغبة فيها وإعراضا عن الحق الذي علموه من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إعراضا عن الحق الذي يعلموه من حكم الله عز وجل في الزنا يعرفون أنهم بدلوا وأن حكم الله هو الرجم ومع ذلك وفعلوا ما فعلوا وذكر سندا عن السدي ولم يذكر قوله في ذلك وقال وفي تأويل قوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من اليهود الذين وصفتوا لك صفتهم وإن مسارعتهم إلى ذلك أن الله قد أراد فتنتهم وطبع على قلوبهم ولا يهتدون أبدا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يقول هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من دنس الكفر ووسخ الشرك قلوبهم بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان فيتوبوا بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذل والهوان وفي الآخرة عذاب جهنم خالدين فيها أبدا وبنحو الذي قلنا في معنى الخزي والهوان الذل والهوان روي القول عن أكرماء عن أكرماء لهم في الدنيا خزي قال مدينة في الروم تفتح فيسبعون يعني والحقيقة أن الخزي قد أصاب طوائف اليهود في المدينة كلهم كلهم فبن قينقاع أخرج منها وبعض يعني وكذا بن النظير بن النظير أخرج إلى أذرعات بالشام وبعد ذلك فتحت الشام فسبحان الله وبن قريضة ختلت مقاتلتهم وسبيت ذرريهم ونساؤهم فأصبهم الخزي كما توعدهم الله ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب جهنم والعياذ بالله وهذه الآية أيضا دليل على خلق أفعال العباد فأن الله عز وجل يطهر قلوب من شاء بأن يجعل فيها الإيمان ولا يطهر قلوب من شاء بأن يحرمهم من الإيمان أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يبقى الإرادة في مرتبتين من مرتب الإيمان بالقضاء والقدر هنا مرتبة الإرادة ومرتبة الخلق لأفعال العباد وفي قلوبهم لأنه قال إن يطهر قلوبهم فالله يطهر يريد تطهير قلوب المؤمنين فالإرادة هذه مرتبة والتطهير لقلوب المؤمنين وعدم إرادة ذلك في الكفار مرتبة الخلق أنه يخلق في قلوبهم ذلك خلق الله في قلوبهم الفتنة ولم يرد أن يخلق في قلوبهم الهداية والتطهير قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سبحان الله الواحد إلا اللي عايز يشوف يعني إزاي الأديان بتحرف ويظل الناس منتسبون لها ومع ذلك يقع منهم أنواع الحرب لهذا الدين ينظر في أحوال اليهود وفي أحوال كثير من المنتسبين للإسلام اليوم تجد فيهم نفس الصفات سماعون للكذب أكلون للسحد مسارعون في الكفر يأكلون السحدة الرشوة في الحكم يأخذون الرشاوة تتحرف الأديان سبحان الله فالليه ربنا قصه عن اليهود تجد تطبيقه عمليا ولذلك كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام نفاقا ولكن الحقيقة كما قال الله عز وجل قالوا أمن بأفوههم ولم تؤمن قلوبهم نعوذ بالله قال سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد وتجد هذا أيضا هناك من يتسمعون ويستجيبون لأعداء الإسلام في الغرب والشرق وفي كل مكان يعني لم يأتوا بلاد الإسلام ولكنهم يخططون وهناك من يذهب لهم ويوافقهم وتبدأ يعني حروب شرسة على مبادئ الدين وعلى ثوابت الإسلام يعني تحريف الكلم عن مواضعه تجده ممن يعني يقولون في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا يولك المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى المسيحيين العبرة من آمن بالله واليوم الآخر الصابئون يعني الصابئ ذو الموجود في يراه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يعزم يقول كده عشان يقول إن كل دول كل هؤلاء يمكن أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر طيب كيف يكون مؤمنا بالله من يقول إن الله هو المسيح مريم وكيف يكون مؤمنا بالله من يكذب كلام الله من يكذب الله الله عز وجل يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه رسول يقول محمد رسول الله وهم يكذبون الله كيف يكون حال من كذب الله هل يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر والله قد حاكم بأن اليوم الآخر فيه أن أهل الإيمان والإسلام هم الذين يدخلون الجنة وأن أهل الشرك وتكذيب الأنبياء أنهم يدخلون النار هل يكون مؤمنا باليوم الآخر من حاكم بأن أهل الإسلام يدخلون النار وأن أهل الكفر والشرك وتكذيب الأنبياء يدخلون الجنة هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يعني كونهم أوتوا كتاب ما يعنيش أنهم مؤمنين بالله واليوم الآخر وإن أقروا بوجود الله وأقروا بوجود اليوم الآخر كانوا مقررين بوجود الله وليسوا مؤمنين لأنهم لم يعبدوه واليهود والنصار كذلك ليسوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر وإن أقروا به إبليس مقر بوجود الله واليوم الآخر قال أنظرني إلى يوم يبعثون إذن فعلا يسارعون في الافتراء على الله الكذب قال ابن كثير وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه يبلغونه يعني إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أن يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذروا قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفتان بالدية فخذوا ما قال وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منهم ده قول قول قتاد دون غيره أو يعني عدد قليل من الأهل العلم الذين قالوا هذا القول قال والصحيح أنها نزلت في اليهوديين الذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مئة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين فلما وقعت تلك الكائنة الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه واجعلوه حدة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك بذليلهم عرفين إيه عرفين نبوتهم وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك هي الإصرار على الكفر وقد وردت الأحاديث بذلك فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون يكذب على الله عز وجل يكذب على كتاب الله قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم والله هذا الأمر يقع من كثيرين يكتبون آيات الله عز وجل اللي مش حاجباهم ما يقولوهاش ومش عايزين حد يقولها زي مثلا لحد يطلع يقول لقد كفر الذين أقالوا إن الله هو المسيح والمريم يقول تقولوا كلا ده الناس يزعلوا كأنهم يضعون أيديهم على الآية وكذلك الحدود الشرعية كلها كأنهم يضعون أيديهم عليها قال فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة يعني ابن أمر شاهد هذه الواقعة أخرجاه أخرجه البخاري ومسلم طبعا الإمام مالك في الموطأ في باب الحدود في باب ما جاء في الرجم ورواه البخاري من طريقه ورواه مسلم هذا لفظ البخاري وفي لفظ له فقال لليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ فقرأ حتى حتى انتهى إلى موضع منها فعضع يده عليها فقال ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم تلوح قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكن ولكن نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا قالوا نسود وجههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما يعني نحملهما على حمارين مخلوبين ونخالف بين وجوههما يعني نخلي وجه كل منهم إلى ذنب الحمار إلى ذيل الحمار ويطافوا بهما فضيحة قال فأتوا قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما ورائه زي الناس يقول لك هو ما فيش قرآن غير ده ما تقرأ آية تانية ونعاذه بالله فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج ما قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه نسأل الله العافية إذن تحريف الكلم عم وضعه لا يلزم تحريف الكتابة بل تحريف المعنى وتحريف الأحكام نسأل الله أن يعيذنا من أفعالهم ومن شردهم أقول قولي هذا استغفر الله خيره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين